السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السيد محمد طالق بلعريبي بزيارة عمل إلى ملعب تيزي وزو أين قام بتنصيب المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية والأشغال الأولية والثانوية أشغال تباكة لمندرجات وأشغال الكهرباء وكذا أشغال الربط بيقانوات الماء والصرف الصحي السيد الوزير طالب بإجراء تقييم كامل للأشغال المتبقية الخارجية والداخلية كما اغتنم الفرصة للوقوف على أشغال تثبيت الكراسي وفي سياق ذاته فقد منح المؤسسة المنجزة مهنة ستين يوم لتركيب جميع الكراسي بالملعب ليقوم بتنصيب المؤسسة التي ستقوم بإنجاز أرضية الملعب الرئيسي ملعب ألعب القوى والملعب الثانوي من جهة أخرى فإن السيد الوزير أمر المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية بضرورة استكمال الأشغال اللي قاعد نشوفه في الصورة جميعا في أقرب وقت وهذا تماشيا مع العقد المبرم الحمد لله قاعد نشوفه في الأشغال اللي قام بزيارة وهذه منها ستين يوم لتركيب الكراسي ربما تناسب هذا من بعد يزيدنا الأرضية للحديث يكملوا هنا بركات الزيارة مستحسنة شاهدوا هنا ويفاقد في اللاسما الملافق وكذلك بالملعب الملعب راح يكون جميل إن شاء الله هذا لو يخلصوه راح يكون جميل جدا يناسب قيمة زعيم شبيب الزقابئل إن شاء الله يا رب العالمين يكون في أقرب وقت للأقل العام والعام المقبن إن شاء الله الشابيبها تستقبل فيه إن شاء الله يا رب العالمين لماذا وتولي الزعيم عنده ملعب غل كما هذا راح يكون رائع جدا لأنه الأحسن ربما في الجزائر إن شاء الله يا رب العالمين ربي يكمل ربي تمام هذا هو اليوم الخبر للملعب لأنه طالب جمهور عندهم أسابيع هم يقولوا وأنه ملعب تيزي وزو ربما الأرضية صح شوية ما زالت كاريتية ولكن ربما حتى يخلطوا المرافق كلها باه يكمل الأرضية حتى باه ما تفسد شوية سانسيان إن شاء الله اللي رح يخدم من الأرضية إن شاء الله تكون من شركة مقاوية جدا حتى تجيب من الأرضية جيدة هدو الفيديو لايك الفيديو عبوني في القناة وتركونا تعليق على قضية ملعب تيزي وزيارة الوزير سلام خوتي